النهاردة انا عايز اعملكو طريق بطاطس لذيذة جدا هعملكو صنية بطاطس في الفرن بالفراخ تعالوا نشوف مقدير النهاريكو هنعملها ازاي اول حاجة انا عندي بطاطس مكعبات كبيرة عندي فرخة متقطعة نص كوباية زيتزاتون كوباية عصير لمون فرش ملح وفلفل اوريجنو طوم وبصل باودر مستردة زعتر فرش فصوص طوم انساس وعندي للتقديم اوراقنا عنها فرش الطريقة دي يوناني ولذيذة جدا وسهلة وسريعة في نفس الوقت بس عايزين اول حاجة نخلط الصوص مع بعض نخلط كل الحاجات الصوص مع بعضها هنفزو زيتزاتون اللمون الاوريجنو طبعا زعتر الفرش الثوم البصر والثوم باودر ملح وفلفل المستردة ملح وهقلب كل الصوص دا مع بعضه كويس جدا بالمضرب احسن وهنزلوا على البطاطس والفرق مع بعض فيش أسهل من كده يبقى باريكس الفورت هنزل فيها البطاطس أول حاجة هنزل عليها الفريخ ثم هنزل بقى كل الصص الخطير ثم هنزل بقى كل الصص البطاطس كمين أنزلوا لفورنا لنبدأ الفورن كنت اتوقع تقريبا ساعة وعشان وقت البرنامج انا كنت عامل الوسخة تعالوها الرهالكو بنوسخة الفراخ بعد ما خلصت عايز بس تقوشة هيتحط عليه شوية اوريجنو شوية زعتر واخر حاجة شوية نعنافرش وبلحانا والشف